صحافة الشأن العام في إذاعة مندرة أفام طالب في الهنسة الكيميائية ومن متساكني سيدة حسين من ولاية تونس أنية صبرة بن مرزوق من دوز ولي تقبلي مشاركة في صحافة الشأن العام مع مبادرة مناظرة في إذاعة نفزاوة وطالبة في الهنسة الغذائية اليوم معايا زوز مستقبل مهنسين وباش نحكيه في الصحافة أما هي تقبل نفهمه وشنية هي صحافة الشأن العام واش معناها المصطلح الجديد اللي العالم الكل ولا يبحث فيه ويتكلم عليه جانت فهمه ساعي من أنه إلى حد الآن ما فهمش تعريف دقيق لمفهوم صحافة الشأن العام بما أنه كما قلت هو يتسمى نوع مزيل جديد نسبيا من العمل الصحفي ومزيل العالم في محاولة لأنه يعرف به وأنه يوضح الملامح والمعالم بتاعه زادة وسيمو لاحظة أني بدي دخلت ولواجد في جوجل وفي برشة مواقع على مصطلحها صحافة الشأن العام لكن ما لقيتش نتيجة ممكن على خطر مصطلح جديد وما زال مش متداول عندنا في العالم العربي والله كلمك صحيح يا سابرة أنا بدي كي حاولت نلوج بالعربي لحقيقة ما لقيتش معلومات وحتى كي نفهم معلومات كنت شحيحة برشة لكن كي تلوج باللونجلي تلقى أول أرتيك اليورذك من Ethical Journalism Network الموقع هذا يقول لك اللي شأن العام هو اللي يهم كل فرد في المجتمع يعني يتعلق بالصالح العام الرفاهية العامة والأمن وزيدا يتعلق في العادة بالمشاكل اللي يتأثر عن ناس الكل حتى إذا كان الشعب بيدو وكان غافل عليها ولا مش ويعيبها يعني إيمانت أو نجم نقولوا النوع هذا من الصحافة من نجم يكون كنا في كنفة ديمقراطية وإننا نلقو في حق التعبير مضمون والاستقصاء زادة مسموح به لصحفيين كنا نحاولوا أن نلقوا تعريف هكا لمفهوم صحافة الشأن العام نجم نقولوا أنها هي الصحافة اللي تهتم بمشاغل ومشاكل المواطن المباشرة واليومية خلينا نقولوا هي الصحافة اللي تطرح مواضيع القرب كما المشاكل البيئية الاجتماعية التنموية وغيرها نجم نعتبر زادة صحافة الشأن العام هي النقيض الأساسي للوجه السلبي والمظلم لصحافة البوز أو صحافة المعلومات المظللة خطرها قادرة إلى حد كبير أنها تفضح الفساد وأنها توصل حتى في بعض الأحيان أنها تنزع أصحاب الصلاة من المناصب متاحهم بتبعها إذا يثبت الفساد وكيما أي شخص كيسمع أول مرة بمصطلح صحافة الشأن العام باش يخطر في بالي أول سؤال اللي هو وقته بدي الحديث على صحافة الشأن العام نتصور رازدة أنه كان فما حدث مهم وكبير اللي خلى النوع هذا من الصحافة يفرض روحه ليه؟ هو راو كي تجي تشوف المعلومة مش متأكد منها مية بالمية لكن يتقال أنه بعد الحرب العالمية الثانية الناس فيقت بين قوسين بالكذبة متاع الولايات المتحدة اللي تاريخيا نعرفه الناس الكل ساهمت في دمار برشة دول من هنا بدي الحديث على الصحافة الاستقصائية وظهرت نوع من الصحافة اللي يقول اللي هو يسعى باش يحقق العادلة ويعطي زيدا الحق للشعوب باش تعرف الحقيقة كانت لاحظوا شباب بفما هكا تقطعات بين صحافة الشأن العام وبين ما يسمى بصحافة المواطنة أو صحافة الشارع سواء في احتكاكها المباشر بالمشاغل اليومية متاع المواطن وزيدا في سعيها لأنها تكشف الحقائق وأنها تخدم الصالح العام لكن بتبعها يقعد فما اختلاف بما أن صحافة الشأن العام اللي مارسوها عادة ما يكونوا محترفين وصحافة المواطنة كما تعرفوا هي متاحة للجميع كيف يلاحظوا أنه فما نوع من التكامل بين صحافة الشأن العام وبين الصحافة الكلاسيكية واحدة تتناول المواضيع في إطور محدودة وتحاول أنها تتعمق فيها والأخرى توسع زاوية النظر وتحاول أنها تتطرق للمواضيع بشكل عام من غير ما تغوص في برشة تفاصيل نتصور أنه أهم ملخص النجمو نختمو بيه لصحافة الشأن العام هو أنها صحافة تمس المواطن في الواقع اليوم يمتعوا وتساهم في نشر الحقيقة اللي تهم الصالح العام والهنا خلينا نرجع للمشروع الجديد لمبادرة مناظرة اللي هو زادة يهدف لتمكين الجيل الجاي من قادة الفكر على وجه الخصوص الشباب كيفنا وإنساء والفئات المهمشة أنهم يأثروا إيجابا في اتجاه خلق فضاء عام صحي وخالا من العلل هنا مبادرة مناظرة من خلال المشروع هذا قاعدة تساعد في تكريس ثقافة صحافة الشأن العام في تونس على المستوى الجهوي والمحلي وحتى الحي متاعنا يعني من المشاكل اللي نعيش فيها كل يوم واللي دايرة بنا وكما قلنا من الأول ثقافة الصحافة المسؤولة يعني هي ثقافة صحافة الشأن العام هي وجهة آخر من وجوه الممارسة الديمقراطية هو أحنا البودكاست الذية خليني نذكر اللي يتعاود كل آخر سبت من كل شهر عليش البودكاست وشنوه الهدف نطيعه خليني نقول اللي الهدف الرئيسي للبودكاست هو تنشيط حوارات اللي تقوم على الحقائق حول قضايا متنوعة سواء سياسية اجتماعية اقتصادية ولا حتى ثقافية واللي تجمع أكثر من جهة الحوارات هذي مية بالمية من تنشيط الشباب وينجم زيدا يكونوا حاضرين معانا ضيوف البودكاست كما قلت بش يهتم بمواضيع تهمكم وتهمنا الناس الكل في كامل تراب الجمهورية لكن قبل كل حلقة من البودكاست عنا خمسة برامج إذاعية يا صبر واسيم قسمة على خمسة راديوهات محلية وذي بالتعاون مع الاتحاد التونسي للإعلام الجمعيتي البرنامج زيدا اسمه أمور تهمنا وين الشباب المشارك كيفكم يطرح مواضيع تهم المنطقة متاعه وينجم زيدا يستدعى مسؤولين من جهة متاعه للحوار وحتى للمسائلة الشباب المشارك كله بين 16 و24 سنة وانتوما يا صبر واسيم منهم صبر أنت ضمن فريقنا في زيوة أفام واسيم مع إذاعة مندرة أفام وهذه الحلقة الأولى من بودكاست أمور تهمنا خليني نعارش كونوراي الحلقة هذه استثنائية خاطر حبينا قبل نحكيو لكم على مشروعنا ونحاولوا نقدمو لكم بعض التعريفات المصطلحات الجديدة في العالم العربي وني هات نحكي لكم شوي على المواضيع اللي تحدثوا عليها زملائنا في حلقتهم الأولى متاع أمور تهمنا ونبدو مع زملائنا حفاوة وأشرف وخالد في إذاعة سليوم اختاروا كموضوع أول الحرائق الموسمية في القسرين وسليانا مع حديثهم على استعدادات اللجنة الجهوية لمجبهة الكوارث رغم نقص الإمكانيات وكما طرحوا زيدا الموضوع الثاني على سوء التصرف للمجامع المائية في قفصة وغياب رقابة مندوبية الفلاحة وأما أصدقائنا في عليسا أف ايم نيزار وشاذي ونابيلة كانوا وحكيوا في حلقتهم على الانقطاع المتكرر للماء الصالح للشراب في قبس وحكيوا زيدا على التأثيرات السلبية تعغياب المركز الترفيهية وانعكساتها على تصرفات الشباب وعلى الجهة ككل أما في نفزاو أف ايم كنت مع وجدي ورانيا وكنا حكينا على الانقطاع المتكرر للطيار الكهربائي في ولاية تقبلي كما تعرفوا ولاية تقبلي كل عام نعانوا من درجات الحرارة المرتفعة وكنا حكينا الزادة على البرنامج البلدي التشاركي في بلدية تقبلي أياش قولكم نسمعوا ديزكستري من حلقاتنا زميلتي نبيلة قلت لي أنتم قاعدين تحاوموا في حلول والكل لو كانت نجم تقول لنا الحلول الموجودة أو الحلول الممتنة لتجاوز الأزمة هذه خاصة اللي احنا يتوا في فصل الصيف بايشوف بنسبة القطاع الماء صرح شرابي وغلاية تقابسي احنا روا تقريبا عنا اكثر من سبع سنوات اللي نعيش في عجل هيكة لي بين الموازن المائية معنات الموارد المائية المتاحة بتاعنا كل اللي هي تشتغل تصيفة كلية لمدة 24 ساعة 24 ساعة سبع ايام على سبع ايام شفنا اللي حتى الدراسات قامت بها بلدي تقبلي وكل شي كان حاضر وحتى اللي اعتمادات كانت حاضرة مثلا نعطيك مثال المناطق الخضراء والتشجير بولاية كبلي ما شوفنيش الى حد الان التفاعل كبير وخاصة صيانة للمناطق الخضراء ومعنا المراعاة بالموضوع ذلك هذي مثلا هنالن نرجع الان فما دعم من الدولة البلديات راهي عندها قدرات محدودة بذل الجائحة بي مثلا نعطيك سوق كبلي تأثرت البلدي بمئتين ألف جنار وخلينا توا نحكيه على وضعيات الطلبة وبالأخص وضعيات الواء داخل المبيتات الجامعية خلال الوضع الصحي الحالي في المونستير الحقيقة باشا تشكيات من قبل الطلبة على ظروف المبيتات وظروف اجتياز الامتحانات في دورة المراقب في ريال لننتصلوا بصديقتنا في ريال هذيك عليش يحضر معنا انا معاكم هاي رجعت اهي لأكثر تفاصيل باش نستقبلوا معنا سيطارة في الحام المكلف بشؤون الطلبة عن الإدارة الجنوية للخدمات الجامعية بالمنستير عسلمة سيطارة المواضيع اللي تهمنا باش نطرحها الاشكاليات اللي تهمنا باش نحكي فيها ونذكركم انه هذي مشروع فيتر شاركة بين مبادرة مناظرة وخمس إذاعات جمعيتية بما فيها إذاعة السليومة بعد ما اترقنا لموضوع الحرائق في كل من سلينا والقصرين واللي قفصة مش بعيدة كثيرا على الخصوصية بتاع الجهات هذو ما في علاقة بموسم الحرائق السنوي تحدثنا في تقريبا كل النقاط اللي تخص استعدادات اللي جن الجهوية لمجابهة الكوارث في كل الولايات اكيد القصرين ما تفرقش برشا زيدا على الاستعدادات في الولايات الاخرى احديثنا بش يكون على المجامعة المائية مواضيع مهمة لتحكي فيها كما كنت تحكي يا صبرة وخليني نقول للي ما سمعش الحلقات اللي فاتوا تلقاهم على صفحة الفيسبوك امتعنا المبادرة مناظرة سينو والسيم شا حكيتوا في ماندرا افامي كما حكيت لكم صبرة على المواضيع اللي ترقولها في نفزاوة وفي باقي الادعات نحب نحكي لكم هنا على المواضيع اللي تناولناها في الحلقة الاولى من برنامج امور تمنا على اذاعة ماندرا افامي اولها كان وحدة الكوفيد برس جبل اللي اتعملت في اطار مبادرة مدنية مواطنية بمساهمة من اهالي راس جبل والمناطق المجاورة لها حتى من ابناء راس جبل اللي موجودين خارج حدود الوطن المبادرة الحقيقة بتعاملت بامكانيات بسيطة برشا ونجحوا الاهالي في فترة قصيرة انهم ينشؤوا وحدة لقواء مرضى الكوفيد اللي ولات ملاب حتى لمرضى من خارج ولاية بنزرت لكن للأسف الشديد الوحدة هذه اليوم قاعدة تشكي من برشا صعوبات التبرعات اللي تم جمحها قريب توفى وهذا ولا يشكل خطر على دايمومتها كما تعرفوا التجهيزات الأجور السيانة كلها تستحق رصد اعتمادات وزارة الصحة سبق وعدة باش تساعد الوحدة هذه وتمدها بالتجهيزات لكن الحقيقة تدخلتها كانت محتش مبرشا وهو اللي خلى الوحدة تعاني من صعوبات كبيرة بالنسبة للموضوع الثاني اللي تناولناه في إذاعة مندرة أفهم هو موضوع المتطوعين في مراكز التلقيح حبينا نحكيه على الناس اللي اعطات من وقتها ومن جهدها ومن فلوسها باش تأمن السير العادي لعملية التلقيح حبينا نشوفه شنو والظروف اللي يخدموا فيها هل انه فما تأثير وإحاطة وتوجيه من الدولة هل انه فما مساعدة وتوفير لظروف تعاونهم على العمل كما الماكلة الماء وسائل الحماية كما البافيت وجيل وغيره الحقيقة الوضعية نخبش عليكم كانت ما تفرح الجملة أنا شخصين نقلت على عين المكان ومشيت المركز التلقيح في سيدة حسين قبلت شباب ناشط في الجامعيات المحلية اللي قاعد يقوم بحملات كبيرة لتسجيل المواطنين في منظومة ايفاكس خلينا نسمع مبعضنا شهادة هناء اللي هي واحدة من شابات اللي مشاركة في الحملة هذية متاع تسجيل المواطنين في منظومة ايفاكس باش نسمعو شهادة شابة هناء ترابلسي عن جمعية الكوميتا متطوعة في حملة تسجيل في منظمة ايفاكس نسمعو شهادة صورة متعسيدة حسين قلنا تجاوب ملول ما كانش فيما برشا تجاوب لكن طوى في ثلاث يوم قلنا العدد قاعد يكثر ملول كنا في العشرين باتين مواطنين يجي سجل طوى وصولنا ما يقارب يعني ثمانية دسعين مواطنين يشتر نهار قاعد يجي سجل معنا نظروف الان يعني احنا اللي متوفرنا من خلال البلدية وفرطنا كل منه لوجستي مهنية كذلك الجامعيات المحالية يعني نسلو المحالي حول النفر والماكسيما من الموجود وزارة الصحة مقنى حق القوى مثلما حتى تجاوب منهم وإلا تعاملوا معنا حتى بلبا فيت المعقمة رجال أعمال كذلك يعني غياب تيروا عن المنطقة ان شاء الله في إتار برنامج عزيمة لأسبوع المقبل شاركنا بلبا فيت المعقمة وكما سمعنا هاناية يواسيم هذا يأكد أنه المراكز في مهيش حاجة إكسيبسيونيل على خاطر مراكز التلقيح في تونس الكل قاعدين نسمعوا اللي هي قاعدة تعاني من ظروف صعيبة وخاصة المتطوعين مهمش قاعدين يحميوا فرواحهم مهمش قاعدين لقين السبور باش ينجموا يقوموا بالأعمال التطوعية نتاحهم وان شاء الله ربي يعدينا على أزمة هذي على خير ويحمي تونس كما قلت لكم أنا تنقلت المركز التلقيح لحقيقة الوضعية كانت ياسر خايبة معناها تتصوروا في مركز تلقيح في تلقيح من المفروض أنها تحفظ في درجة حرارة أقل من 70 و 80 تحت الصفر تلقى فيها الضوم قصوص تخيلوا الوضعية كيف تنقلت للشباب اللي قاعدين يسجلوا في المواطنين في منظومة إيفاكس لحقيقة قاعدين يقوموا بمجهودات كبيرة برشا بقاوا المدة أسبوع كامل اللي يتنقلوا من دار لدار يعملوا في البورتا بورتي يسجلوا في المواطنين في منظومة إيفاكس ونهارة اللي مشيت لهم أنا نلقاهم عاملين خيمة في مركز يحسينوا قاعدين يسجلوا في المواطنين لكن للأسف الوضعية متاحة كانت ياسرة صعبة يشريوا في الجيل والبافيت بإمكانياتهم الفردية قاعدين يخدموا في الشمس معرضين هما بيدهم للكوفيد وإن شاء الله ربي يحمي تونس خلينا نقول ونعترفوا معناها اللي راوى المجتمع المدني قاعد يعمل في مجهود كبير خلينا نذكروا على سبيل المثال المبادرة متاع المستشفى الميداني اللي صارت مؤخرا في القاعة المغطاة بالزهرة لكن ماذا بينا كان هالمجهودات أذية تكون مدعومة أكثر من الدولة وما زلنا في وضع جائحة كورونا اللي تعاني منه تونس ويعاني منه العالم الكل كما زد زملائنا في إذاعة تدريمة فهم حسيم وفريل وتسنيم كانت مواضيحهم تحكي على المشكلة هذه خذوا في الموضوع الأول مخاوف متساكني ولاية القيروان من التلقيح في ظل الوضع الوبائي الخطير اللي تعيش الجهة واللي سمعنا بها الكل على خاطر تقريبا 68 ألف مسجل في ولاية القروين اللي تعد 650 ألف ساكن وهذا يعتبر عدد ضعيف جدا برابور عدد المتساكنين واخذوا زدها في الموضوع الثاني على مشكلة إيواء الطلبة في المبيتات الجامعية اللي كانوا باش يعديوا الكنترول متاحهم في ولاية المنستير في ظل الوضع اللي قاعدين نعيشوا فيه كيما سمعتوا برامش أمور تهمنا في اللي ذاعات يحكي على المشاكل والقضايا اللي تهم كل الجهة واللي في الحلقات الجهة من البودكاست باش نحاولوا نحكيه على المواضيع اللي تكون مشتركة بين أكثر من جهة اللي هما مندرا أفام سيليوم أفام دريما أفام عليسا أفام ونفزاو أفام طبعا كلهم إذاعات جمعياتية محلية وين مش نترحوا فيهم مواضيع تهم جميع الجهات نحب نعاود ونذكر ونشير اللي الحلقة الأولى من البودكاست أمور تهمنا المرة هذي راهي استثنائية حبينا نتلمو فيها ونحكو لكم على صحافة الشأن العام ونقربوا المفاهيم والمرة الجاية باش تلقوا الشباب معاكم يحكو لكم أكثر على المواضيع الجايين بأكثر تفاصيل الحلقة كانت تنبودوتو إن شاء الله كنا خفيف على يسمعوا فينا نحب نشكر صبرة عن إذاعة نفزاوة أفام واسيم على إذاعة مندرا أفام كما قلنا هما مشاركين في المشروع الجديد لمبادرة مناظرة مشروع صحافة الشأن العام ومورة هامنا البودكاست كل آخر سبت مشهر باش يكونوا حاضرين معنا شباب آخر من مشروع صحافة الشأن العام في مواضيع جديدة حب أقول لكم عايشكم وبي باي اشتركوا في القناة